أظهرت بيانة رسمية برازيلية أن اقتصاد البلاد كمشى بشكل حد في العام الماضي بأكثر من 3.8% شركة الاستثمار كانت قد خفضت خططها للاستثمار وسرحت ما لا يقل عن مليون ونصف المليون عامل محللون اقتصاديون أشاروا إلى أن فترة الانكماش ستستمر لعامين على الأقل وكان الناتج الإجمالي المحلي لبرازيل تراجع بنسبة 1.9% في الفصل الثاني من العام 2015 أي أكثر مما كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون